بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحانوا بلابان دورو مجالس أنكم مدارسين أن توجيه القراءات أنت آنا كهل لنكتابك إيو أبواب تيسى هل رعهان توجيه القراءات وحل قوضوا إيو مقدماتي ركوبا أن ينكبحين دورنا إن شاء الله تعالى توجيه القراءات ومبحث مقصود كيساء ويهي بيان وجه القراءة لقولوا ما معنى توجيه القراءات بيان بيان وجه القراءة يعني وجه قراءة ذا بمعنى قراءة ذا معناها سواء تعلق معناها صدي بلاغي أما وجه نحوي أو وجه فقهي إلى آخره من كتوجيه القراءات أي بيان بيان وجه القراءة علميا مصطلحات بضن أي أوليهي توجيه القراءات وعلى تعبيري كذلك علل القراءات علل القراءات أي أوليهي مسميات كيساء مصطلحات كأوليهي علشان هدي مراجع أما مكتبات آتك تيدوك له سي أدوء غان كرتيد مبحث كان معاني ذي سكالدوان أما مصطلحات كيساء إذا وحل لها توجيه القراءات كذلك علل القراءات حجة القراءات أيضا معاني القراءات وجوه القراءات وهكذا معاني بذن أما مصطلحات فربذن أيو أيوليه أهم يد أوليهي فنيا توجيه القراءات أولا قفك دارسك قراءاتك مهم جدا أيو أيهيي إن أقرني قراءة كستو وجيك إذا معناها أي لذا وجزء من فهم القرآن أي كم تهيي وضروري أقفك إن أقرني فرق أو لحيا كلمات كاسخلافية سيدا أو يقان الفاضة إن كذلك أو معاني ذا كالدوان أو فهم فأيدي سيدا كالوحكم إذا إن قفك أو كقران وجوه ذا بلاغي أو كالدوان معرفة وجوه البلاغ واختلاف المعاني أو كالدوان أيو قفك سيدا كالي كفهم يا وحقرن يسيدك لأسباب اختلاف الفقهاء مثلا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قوله أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن وحتى يطهرن حتى يطهرن معاني يطهرن أي انقطاع الدم حتى يطهرن يغتسلن وبالتالي فقه هذا وسو خلافين حنفيذك الوحي قبان مجرد ليقو جوك سيد لو تيكروا لماذا لأنه وحي لين حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فقه هذا كالوحي قبان ميا إلا يكاق ويستل لماذا حتى يطهرن أي اغتسلن إذن خلافك فقه سبب توحا ونقضي لبدا وجيه قراءات وكالدوان أي سبب ونقضي وبالتالي قفك مركو دراسي وجوه القراءات وحقرن يا مرك أسباب فقه هذا يسو خلاف يان دي حرير أولا لي هي قراءات ميش وكيم خلاف محاسحة قاعدة وحاجرت من قواعد توجيه القراءات قاعدة سوح كل قراءة تعتبر آية مستقلة كل قراءة تعتبر آية مستقلة يعني قراءة يطهرن قراءة يطهرن قراءة وحالور لقما يا كأنهما آيتان مرك دي كل قراءة تعتبر تعتبر مستقلة معني ذا لبض القراءة بمثابة الآيتين فتكون القراءتان كالآيتين قراءة كستمر كوحر ولغ ميش دا آية كالجيد آية ذا قرآن كالمرك لفصير والسك جمع صمه مرك لبض آية دو والجمع والجمع وحال حتى يطهرن اسم دي دي ميت كست كالي لم يست وبالتالي حتى يطهرن حتى يطهرن أيال غوف السريان قراءة كاليتو ولك لبض معنو اسلام السريان اسم آية نفتر كذا فإذا تطهرن مون فإذا طهرن فإذا تطهرن مرك يغتسل له هكذا مرك قراءات كالدوان وحال رقم آيات كالدوان آية مرك والجمع معاني هالمعناء مرك كامل أي الوح مبارية إذن فوائد توجيه القراءات وحكم معرفة اختلاف أسباب اختلاف الفقاه الوقرانية كذلك فوائد كام ذه الدفاع عن القراءات الثابتة التي قد يضعفها بعض الناس قوف مثلا اسكام ابتدي اياد عكرتين وماذا وقوبر مثلا الحروف النواسخ إن زيدا عالم إن حرب ناسخ زيدا إيش اسم إن سمه اسم إن منصوب طيب حولي إن هذان لساحران إن هذان كيف حولي واجه واجه وصوبر تأس ومار تأس نحوي وإن إن كان اسم منصوب هذان نو مرفوع وحولي كيف قراءة إن ردي واجه واجه القراءة مارك هذه أدبرتت وآدو قاتت هذان سوفت إكتمت إذن وحد فاعس قراءات كذلك قاركون أي ضعيف فينيان فيكون هذا إحدى ثمرات معرفة علم القراءات طيب فنقا في الأساس بريد صحابة تابعينته جزء من تفسير القرآن يكمدها وقرآن كملك إلى آخرين ورفسير أيال إسكوفة سيري جري قراءاتك كالدون ملهين كتب أما فن مستقل موسانين وإنما جزء من تفسير القرآن يكمدها وطبري وكراوحة كوأركيسين إن قراءاتك حتى أشيق وأتوجيهني قراءاتك وهكذا سداء أهايا إلى أن أصبح فيما بعد علما مستقلا هذا بعض ما يتعلق بهذا العلم كتابك النهوريالو وحرنا ميئسة طلائع البشر في توجيه القراءات العشر طلائع البشر في توجيه القراءات العشر البشر وأنه العادين تطلائعنا ومقشضة مركب وحكو تسميه كتابك سطلائع البشر في توجيه القراءات العشر قراءاتك وتوجيهنا هنا وحي وتوجيهنا جميع القراءات يعني حتى كبرضة وحكو تجيره وتوجيهنا هنا توجيه قراءاتك وحي توجيهيان أصوش إيو فرشك انتبا مبحثك أو أصوش في الغالب وإسكام باحث لغوية يعني مثلا همزذا قارئاس وتسهيلنا قارئة وإبدالنا كاو تحقيجنا توجيه معين أو هدى معنى أو قارئة أو أنك رصو بحينا مجر وحكا هين والغة عربت قارئة أيا تخفيفين جرتي كواء تحقيجنا كواء تسهيلنا وهكذا مركب الغالب مباحثا أو لن أو أوصوش ومباحث لغوية بمعنى معظمها والغة قوم والغة معنى قارئة وإسو كورين يسو مجر همزلا تحقيجي أما مد لتسهيلي ولذلك فوائد بذن أي شيقة في الغالب وحيون قنسها ناحية صرفية يسكى إضافات يسيرة سيدا أوغيت وحان توس أقوذ قلينا توجيه الفرش وصوش مركب أذن كأس كأخرية كفا إذن لكن مبحث كأه وان شاء الله تعال حق سار وتوجيه الفرش وبالتالي وحان ورب الله من عشر كأنا سورة أم القرآن طبعا مؤلف وفضيلة الشيخ محمد الصادق محاوي من علماء الأزار الشريف بسم الله الرحمن الرحيم سورة أم القرآن حم بلجين عدد كتاب أخرين تيسا ما دام تخصص ويأي وذلك كلمة سورة الشيخ ودير كأوحم شنو ومهم وذلك لحساب تم وبدالي اهتمام من قفك أوسي أيا بسم الله الرحمن الرحيم سورة أم القرآن قول تعالى رب العالمين قرئ بإثبات هائل سكت في آخرها عند الوقف إظهارا لفتحة النون منها وقرئ بإسكان النون على الأصل في الوقف وكذا في نحو كموفون والذين قول تعالى رب العالمين ما شرع العالمين رب ما العالمين لو قرأ آية كجرة مركز قراء بها السكت العالمين وبدونها ويقراءة الجمهور العالمين قراءة يعقوب من الكبرى عشر الكبرى مركز الجمهور العشر الكبرى عشر الصغرى فرق ما أدحي من ناحية فرش الحروف بمعنى كبرى ذا موحي وضتا فرش أو تنسو غرض شاطبي درد أنه كجر ما رأيكم هل أحد يعرف الجواب الجواب باختصار واجر لك وكوبين هي لأي أفري توان كلمة أيا كجر أفري توان كلمة أو كبرى ذا كوة صغر أي ودو وانت هي مركز كوبين تا هذا كوبين قرأ بإثبات هاي السكت في آخرها عند الوقف هاي السكت واناقان وات المركز جوكسينيو كلمة تلحق الكلمة في آخرها لا عند الوصل في الغالب وبالتالي رب العالمين مركز جوكسينيسي أيها هذا ليمانيسا لكن مركز حيرينيس كلمة ليمانيسي توجيه قراءة سنوحو يري إظهار لفتحة النون منها نون تا ودن بيسو العالمين مركز يستيق ويريبنت لكن نون تا شغل كذو وكور ريق وحوم مقن مركز كلمة الحيرينيو العالمين لكن هداد دون ست إنا دموجز ست شغل كأذيو جوكسيني وحي كوو إمان كرتا كليا ها السكت كأين الانتماج عالمين وبالتالي نون تا وحال أغاني إني كور لغان تا مركز ووجي قراءة وإظهار لفتحة النون منها وقرئ بإسكان النون العالمين على الأصل في الوقف تا توجيه هذا مركز وعالأصل الأصل في الوقف والإسكان أصل الوقف وكذا في نحو كموفون والذين سيدوك لأينا كموفون الذين أي يقف من يقف بهاء السكت والباقون يقفون بالسكون مالك قوله تعالى مالك يوم الدين مالك مالك يا أخرين مالك يحز ومالك حز فز وخلف يعقوب كسائ يعاصم والباقي يقرؤون مالك طيب لوضع قراءة توجييني قراءة استمر كواهر سويدين دون شاهد قوله تعالى مالك يوم الدين قرأ بالألف مالك مد قال ماذا يعني ألف على أخر على أنه اسم فاعل من ملك ملك بالكسر أي مالك مجيء يوم الدين إذن مالك هو اسم فاعل فاعل في ملك 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 هذا أصلا يقول ملك Mلك هذا ومالك ملك 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 فهو ملك 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 هذي لغا تعبيري وملك ملك هذي لغا هنا ومالك ملك 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 وعلى هانشو الشيء غاقف ملكيني ومالك ملكيني وبقرطويوي أي مالك مجيء يوم الدين أي يوم مالك ويهي معلنت قيامها ويمانس والمالك والمالك بألفين هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء مالك وقاكو تصرفي أعيان تأولي هاي سيد أودون وقاكو تصرفي هذي تلافك أن آد الله هاي أنت مالك الهاتف وبالتالي معناه أنك تتصرف فيه كيفما شئت فهذا هو مالك يوم الدين أنه متصرف في ذلك اليوم كيف شاء ولإجماعهم على قوله تعالى قل الله مالك الملك وحكم إذا ترقضى توجيه قراءاتك قراءة مركة توجيهين يسيد هذي قراءة ذاس أي لاذهي نظير والرقم ومالك لكو صعراري إن أكو فسرت تصالها الدونسي مالك أي توجيهين يسا قراءة وحللا مالك قراءة ذاس وحشاهد ونظير والرقم ومالك القرآن كو صعراري قل الله مالك الملك قل الله عبد الله رب الناس تعملك إن قنس سما مالك قل الله مالك يوم الدين قل الله مالك الملك بالألف ولأن شوف مركز سوكوليه ولأن وحاقوا يحب بذنية تعليلاتك كالدون ولو بياني وجيه قراءة لأنك استمر رقم معين لها النساء أو مالك سيح وجنين ولأن مالك بالألف يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعلي يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعلي فلذلك يعمل عمل الفعلي فينصب كما ينصب الفعل طيب مالك واسم فاعل اسم فاعل كان عند النحاة يعمل عمل الفعل كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل السيدة أقول له فلان ملك البيت ملك البيت البيت مفعول به سمه أيا وحاد ورنيسا فلان مالك البيت البيت محن غنيسا نفعول به أيضا إذن مالك وحي وحي سميسي أو أيقبتي شقذي فعلي لماذا؟ لأنه اسم فاعل اسم فاعل مالك إذن اسم فاعل وحو قبتا شقذ فعلك مع أنه اسم وحو قبتا شقذ شقذ فعلك مالك وحو كلمي مقع لفظ الاسم وعمل وعمل الفعل هذا هو معنى قوله لأن مالك بالألف يجمع لفظ الاسم ومالك لفظ أمان مركاة في الاسم واسم ماها فعل شقا أمان مركا في الاسم يوزني وحو قبتا شقذ فعلك وبالتالي فهو جمع بين لفظ الاسم ومعنى الفعل فلذلك يعمل عمل الفعل فينصب كما ينصب الفعل طبعا بشروط شروط أقول لي فمالك أمدح من ملك وأعم مالك أمان مركا نقط وحو لي أمدح من ملك إذن وحو سبر برغيا ملك إذن مالك 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 هل يجوز التفضيل بين القراءات ما لأقول لي إن الله وحو يقراء ذا أي كهب أما كقرح أما كبال أغدير قراء هل يجوز التفضيل ما بين القراءات شيخ عبدالله قال لا طيب مالك أمدح أمدح هذا أفعل صيغة تفضيل سواء أي شيخ يوك لترجيحي طبعا مثالها سيدة أو تفضيل من القراءات علماء دنبي العلماء المتاخر ويديدان إن لك لترجيحي قراءاتك لكن علماء المتاخر لترجيحي إن أين قراءة قراءة ضعيفة أما غير صحيحة ترجيحة هل يجوز الترجيح بين القراءات وحل إذا كان المقصود ترجيحه قراءة له ضعيف قراءة متواتلة له ضعيف أما غير صحيحة أما لكن هذه لبضى قراءة صح لبضى قراءة ومتواتر لكن قراءة أيا بلاغ أها كحي لير كالقراءة ما في بس قرآن كاليفة الكسوف تفاضل سوما آية الكرسي أعظم آية سلمانين إذن أيضا كالأيضا كفضل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن سوما وهكذا ما دام قرآنك وتفاضلي إذن قراءاتك تفاضل بهذا المعنى إشكالك مجرور فمالك أمدح من ملك أعم ملك ملك ما دام أي ملك علش أصلا أي ليد أو أي كم الته أنها تجمع بين لفظ الإسم ومعنى الفعل ملك وحولي فهي أعم كيف أعم هدو كو الشي فتقول هو مالك الجن والإنس والطير والدواب إنت أصلا قفك أولي هدات ربتين على هدد مالك أتكتع بالنس مالك الجن والإنس والطير والدواب ولا تضيف ملك إلى هذه الأصناف ملك الجن والإنس والطير مالك هذا شي معين كنت قيد لنس لكن مالك وحاصلا ويسوه قال يانا وبتالي مالك أعم من هذا ولك أن تقول سيدوك وليوح وضع بيان وجه قراءة مالك الله مالك كل شيء مالك كل شيء ولا تقول هو ملك كل شيء شيك كل شيء ملك مالك لكن مالك فدل ذلك على أن مالك أعم وأجمع للمعاني في المدح ولأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يا حرف مالك 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 قاعدة وحاو زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وقاعدة الغوية يعني لفظ هذه حرف وحاو تسينيس زيادة في المعنى أي تسينيس وبالتالي فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى مالك تاهدي زيادة أيضا متكرن وليه كرا ولأنه أكثر ثوابا سما وكأجر بنته مالك لأن حرف كزي مالك مالك حرف كزي كل حرف وحاو يبحث لي حسن يسي وبالتالي وحب لنا يأجر كي إلي طيب تاهو حق بحن مالك يوم وجود وقر أمالك بالقصر ملك على وزن فقه صفة مشبهة أي قاضي يوم الدين ملك بالقصر بالمد مقصوري ممدود دين لا تعبيري والإفتاس أو لقجر قصري نقول نساء أيذن مالك وزن صفة مشبهة كو مالك وزن فقه عمل مالك معنى ذن وحي قاضي ملك قاضي يوم الدين وقاضي والملك بالحذف هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين ملك ملك كتصرف أمر بحن نهي بحن ومعنى ومعنى أوامر إنواه ودد كرعي ذن أوامر تاس إنواه دس ملك متصرف في الأعيان وحنت ومعنى كتصرف لكن ملك وشخص ورعي له وامر إنهي بحن الله وسمعنا إيكاللي ملك من الملك بضم الميم وقالت هذا ملك وحوو ترجيحينا ملك وقيل إن ملك أبلغ من ملك قولك سقر أليدي فعنسا إن ملك أياب كسيح اللير لير ملك لماذا لأن كل ملك ملك وليس كل ملك ملك لأن كل ملك بقر كستوى ملك وحاو مارك كتصرف وليس كل ملك قف كستوى هنتي لأما وحو كتصرف فعن ملك بقر ما وقف وحد أركس غني وحب كتصرف لكن بقر ما بقر كستوى ومالك وحب أيو هنتي أهان إذن لأن كل مالك ومالك وليس كل مالك ملك وبالتالي تواحد السنسا ملك وحو كليا إن إيش أي كحال لير طيب قل روح دهين قول اللهم مالك الملك سمه وليلإجمائي على قوله الملك القدس وقوله الملك الحق وقوله ملك الناس أنا قابا كبا ظنبال وحصل الملك ملك ملك جميع القراء واخرية وبالتالي تنسى ولما رويا عن ابن عمر ابن العلاء ساسا كورا حاكل كتين أبي عمر عن أبي عمر وسخلا كتاب كسي سبو هلمر عمر على الضابعي وبالتالي نسخذه السوق لن أخلا لن أخلا كنت جرت وكبر الجند والله ملك السم الكامير إن شاء وليما رويا عن أبي عمر على أنه قال ملك يجمع معنى مالك ومالك لا يجمع معنى مالك وانتي هذا لشيق مالك مالك هذا له مالك والغفهم أو بغر كستو مالك وحنو 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 مالك ما جمعنا ومكل مالك لأن مالك يوم الدين معنى مالك ذلك اليوم بعينه مالéntا أيو مالك ول Sung ye معنى لكن مالك يوم الدين معنى مالك ذلك اليوم بما فيه مالنت يjudゴ أيو ملك وله هذه مالك يوم الدين هو مالك وهاني وهاني وليه فقط ماه مالك مالك أنه أين فهو أعم وقد قرأ ملك بغير ألف جماعة من الصحابة يا ملك يوم الدين أخري ابن عباس منهم ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم وابن مجاهد صحابهمها كواء وغيرهم وقد رؤي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ملك وروي عنه بألف أيضا يعني رويا إن لقى تعبيري ما دام روما قرأ متواتر أيتهاي لوضوا من أبقى وآخري قطعا مالكي ملك بأ وقيل إن مالك أبلغ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى تهو رأوسو الشيقني كسو علي ميشن قاركود ملك أيقو ترجيحيني أي معنى أوماركت طريف وإدعك رتين لا تعجب أي دليشاني وعيلي ملك أياه كهب لأن ملك وحروف تذيب بضان تصمى وأجرك بضان يعني أي واحد ملك عرب كان لخصو كل واقيا لأن قوفك واحد يعني قلت مالك إن تولاها نفتنك بحضا ملك أجيشا وحاكا فضو دليل ملك وكي جارسي طبعا علماء الله ملكي باب كان أي شيقين فو إدعي علتاس ماها علا لازمة بمعنى وأمور من اللطائف أو اجتهادية مقصود كاوحذي هاي معناها الوسوء لويني لكن معاني ذا قارو أي شيقين وإس كا معاني اجتهادية أو لردين كارو ومالغي جوابي كارو مركا ماها نص وهدي صداق غراء الوطعلي لي معاني هذا إن صداق أي ساحتها ولذلك هذا واحد قال كي سين مرنا مالك لا ترجيحني مرنا مالك لا ترجيحني لابضوا بنا مركا وأسكت جمعين يساء وحا لذا مالك مالك لابضوا بمركا معنا قول حوانا كغسوا بحا فهو مالك يوم الدين وهو ملك وهو ملك يوم الدين مركا اجتمع له الملكية والملكية لابضوا الملك والملك لابضوا انتبا وأسكت جمعين يساء قراءة لابضوا قراءة لابضوا ايذك ليساء لابضوا أسكت جمعين يساء فبالتالي يظهر لك هذا المعنى فهو مالك يوم الدين وهو ملكه لا يملكون ولو سترا لعورتهم الناس أيضا كلهم فقراء إليه طيب قوله اهدنا الصراط الفاضل توجيهنا قال توجيه هذا ومن حيث المعنى وصد هذا ملك قراءة توجيه هذا ولغات مجرد لغات كم يمد ومعنى لا يريكم اجروا سترا هده اهدنا الصراط سترا اهدنا الصراط بصات الصراط بالسين وبالإشمام الزراط موحا نريك أن الصراط معناها سيلي ذا صراطنا كذا زراطنا كذا الجواب لا كله واسكو معنا مركب الحيث المعنى لا تفاوت لكن فقط استعمال كاس أي لنا على لغة لغة الشيك كراء صدق كيمت فقط صدق كتمت كلمة دا على الشيك قوله اهدنا الصراط والصراط قرئ بالسين على على الأصل طيب أول شي أين الشاهد الصراط بالسين أخر نير قنبل و ورويس إش قال وعند الصراط حقنا محويني سين طب والباقون بالصاد إش مام كان أيوا لدى خلافين ويش من الخلاد طيب قرئ بالسين على الأصل سيد أصل كواسين شيقة هدين وله على الأصل فلا يسأل عنه لماذا أما كيف هدين على الأصل خلاص ما جاء على الأصل فلا يسأل عنه وإنما يسأل عما جاء على خلاف الأصل هدين خلاف الأصل يكوتي ماذا مركز توجيه وبانانيا لك هدين شيقة على الأصل خلاص لا يحتاج إلى سؤال قرئ بالسين على الأصل لأنه مشتق من السرط ماشا الصد من السرط من السرط سيوان لأنه مشتق من السرط وهو البلع واللقد السرط العربية سرط الشيء فلعه شكرا شكرا